مرحبا بنات لوك اليوم للبشرة المتضررة يعني أنا هنا عندي أثار حب الشباب وعندي هالات وعندي الحفرة اللي تحت العين استخدمت أساس هودا بيوتي اخترت أساس فل كفر ما خلط فيه أي حاجة بس رطبت بشرتها في البداية بجيل كريولاين الأخضر وبعد كده وزعت الأساس وبخيت فيكس بلس من آيكونيك والآن بعد توزيع الأساس بيّنت معاي الهالات أكثر فاستخدمت كونسيلر توفيست اسمه وارم ساند وبدأت أطبطب على المناطق اللي شفت فيها الهالات اللي هو حوالين العين وحتى الجفن المتحرك وحوالين الشفايف هنا عيون الموديل شوية حمرة فقبل ما نلبسها العدسات حطيت لها القطرة اللي دايما أحطها هذه القطرة تنشف وتنشف العين وتشيل الإحمرار بعد كده عملت للتنوير برضو من توفيست ناتشيرل بيج أماكن التنوير اللي هي أسفل العين ونزلت مرة كثير يعني أكثر من الخطة الحفرة هذي اللي تحت العين خليته شوي وبعدين بدأت أطبطب خفيف عشان يتماسك ويتجانس معايا هنا بلوس باودر شفاف من كريولاين طبطب على كامل البشرة ثبت فقط لشغل أنا هنا ثبت قبل ما أثبت تحت العين أتأكد أنه ما في أي خط وغيرت الفرشة الفرشة أصغر برضو من ميكوب فور إيفر وكثرت في هذه المنطقة زميت الأنف وكثرت منطقة أسفل العين وتحت الدقن عشان أطول شوي الوجه بفرشة ميكوب فور إيفر استخدمت من بنيفيت كنتور هولا وبدأت أعمل الكنتور بشكل نحت كده على أسفل عشان أطول شوي الوجه واستخدمت برضو فرشة أصغر للأنف الآن الحواجب عندي أن حرسم على الجلد فإذا حترسمي على الجلد يفضل أنك تستخدمي أكوة مائي أو أكوة جيل أنا هنا استخدمت أكوة من كريولاين لون وبني وفرشة حواجب من سيفورة بللتها بشوية موية وبدأت أرسم على نفس الجلد وعلى الحواجب الآيشادو حيعطيني لونين اثنين فيفضل أن يكون يا جل يا مائي وبرضو من العجلة السوداسية من كريولاين نظفت أسفل الحواجب شوفوا كيف الفرق هنا الحواجب كيف يعطي منظر جميل للعين والحواجب الجهة الثانية دائري من الزل شوية العين الجهة الثانية حعمل نفس الشيء كل ما ترسمي مشطي ارسمي ومشطي إذا حسيت أن اللون ما طلع معاك بللي شوية الفرشة لا تغرقيها بلليها مرة شوي وحاولي تعملي شعرات الآن أستخدم من بلد توفيس أو شيء أتأكد أن الجفن ما فيه أي خط وبعد كده استخدمت بفرشة ماء وبدأت أطبطب شوي 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 اللون وأدمج بشكل مثلث عشان أسحب العين على فوق خدت لون فاتح بداية العين نظفت أسفل العين بقايا الأساس وبعدين باللوس باودر بعد كده بأربين ديكاي أي شدو يكون شوية كده شمري على لمعة حلو تعمليه بإصبعيك بس أول حاجة يكون فيه أرضية ثابتة قبل أنا عملت طبعا أرضية اللي قبل من بلد توفيس بعد كده بفرشة صغيرة حطيت عند المدمع من أوفرة إضاءة والآن بايلينر سيفورة وهي فاتحة عينها أعمل خطين يمين ويسار كده أنا وازنت الخطين بعد كده حعرض فقط نهاية العين أنا أبغى أسحب العين فهعمل لها الكات آيز اللي هي الايلينر اللي يجيك عريض بس من الجن وأمشي على النفس خط العين يعني فوق الرموش بتكة بسيطة مرة رفيع بعد كده حيكون مرحلة اختيار الرموش أهم مرحلة يا إني حجمل العين يا إني حغير شكل العين بطريقة مايحلوة فأنا أراعي هنا إنه الجفن عندي واسع الجفن واسع يعني أبعد عن الرموش القصيرة لأنه ما حتعمل لي حاجة أخذ رموش طويلة يعني هنا أخدت رموش مرة كثيفة من Go4It رقمها حرف E مرة كثيفة وطويلة لكن شوفه مشارط ما تفتح عينها ولا كأنها طويلة ليه لأنه الجفن عندي واسع لكن لو الجفن صغير مرة غلط إني أحط رموش مرة طويلة هذه الحركة إني أرفع الرموش طبعا بعد ما يثبت الغرة شوي أرفعها مرة هذي تسحب لي شوي العين بكحل أسود كحلت جوة العين وعند المدمع وجوة العين من تحت كحلت ببني وعند المدمع من إنجلوت فرشة ماك وبعضو استخدمت من نارس بلشر عملت ميكس وإضاءة أوفرة ونورت الأماكن هذي اللي أنا أبغاه اللي هي عند العظمة بعت عن الحبوب الآن أسفل العين استخدمت فرشة سيفورة فرشة 18 من مرة سهلة في الدم شخودي شوية آيشادو وبس يمين ويسار حرك الفرشة حتدمج معاك مسكرة آيكونيك مرة حلوة تكثف لك مرة الرموش بس أنا ما حبيت إن أنا أكثر الرموش عشان لا أنزل العين إذا عيونك نازلة لا تعمل المسكرة نزول يعني خليها مرة خفيفة خلاص هنا مرحلة وزن الحواجب أوزنها هنا حسيتها شوية نازلة ومن هنا حسيتها شوية رفيعة فحعرض بنفس الأكوة قبل للفرشة ونفس الخطوات إليه ما أحس إن الحواجب تقريبا متساوية آخر حاجة مسكرة بنيفيت رفعت شوية الحواجب ثبتتها وإضاءة كريمي من Urban Decay أسفل العين خط مرة رفيع وخفيف هنا الشفايف لما تكون الشفايف ما هي متوازنة شوفويني عندها اليسار نازل واليمين من تحت صغير يفضل إنك تحددي قبل أنا أحب أستخدم روج سيفورا على طول مغير محدد لكن إذا كانت الشفايف ما هي متوازية أحدد وبعدين أعمل روج سيفورا روج سيفورا انتظرت إليه ما نشف وبعد كده عملت لها Gloss من ديور شوفو كيف هنا خلاص توازن معي كل حاجة خلاص ثبت كل حاجة عملت Fix Plus وبإصبعي حطيت إضاءة من Fenty Beauty على Glitter شوي مرة حلوة للعرايس وكل شوي أرجع أبو Fix Plus لإني أنا كثرت مرة البودرة كده خلصنا من هاللوك وإن شاء الله يكون عجبكم وستفدتم